البنات الحلوة الشطرة اللي بتفرحنا خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن تفاصيل رحلتها وازاي هالي ماري زاهر قدرت انها تعمل حاجة مختلفة في وقت قليل برغم السنوات عمرها السبعتاشر صباح الفل عليك يا هالي صباح النور عاملين ايه؟ احنا تمام زي الفل انت تمام؟ نشكر ربنا اه الحمد لله عايز اعرف بقى ازاي شاركتي في المسابقة ازاي تقدمتي انا عارفة انك صفتي في اماكن مختلفة وقدمتي في كذا مسابقة عشان تقدر توصلي للمسابقة العالمية طبعا هو انا اصلا دخل الريسرش ده كان كلاس عندي في المدرسة وبدأ من وانا يعتبر في المماصر اللي هو اولى سنوي وهو اخر سنة ده بنعمل بحث في لاب في جامعة عندنا اسمه ستوني بروك يونيفرسيتي وبنقدم البحث اللي احنا عاملينه بنفسنا ده على كذا مسابقة ومنهم مسابقة Long Island Science and Engineering Fair فدي المسابقة دي للمدرسة بتاعتي كانت لي في ديسمبر يناير كده قلت لي هنقدم البحث بتاعك بصورة فيديو سبعة دقيق مع سلايدز وهما بقى الحكام يختاروا اعلى 25% في النسبة في الراوند وان يودهم التصفية الثانية الراوند 2 هناك بقى بنعلق اللوحة بتاعتنا اللي بتبقى البحث بتاعنا وبنعمل نفس الموضوع نحنا نقدم البحث للحكام المعدين والحكام دول ممكن يكونوا بروفيسورات دكاترة حسب ما كل كارغوري نظام هم بيبقوا متخصصين فيه وبيتناقشوا معنا وبيسألونا اسئلة وكده وبعدين في الاخر اليوم بيقولونا مين اللي فيز مين اللي كسب فانا نشكر ربنا يعني خدت فرست بليس على لونج آيلان ساينس انجينيرينج فار فهم بقى بيجمع كل الاوائل شكرا كل الاوائل في لونج آيلان وبعدين نيويورك والستيتس التانية وبقى البلاد وبيجمعهم في تاكسس للإنترناشنال ساينس انجينيرينج فار اللي هو اسف اللي احنا كلنا نروح المكان ده ونعمل مصر وموضوع بس على طبعا موضوع اكبر بكتير العالم كله رايح وكل العيال بيقدموا الأبحاث بتاعهم حلوة اوي طب انت ازاي يعني قدرتي تمثلي اسم مصر رغم انك مولودة في الولايات المتحدة الامريكية وان المسابقة دي ايضا معمولة هناك عملتي كده ازاي وازاي تم التنسيق معك في هذا العمر هو انا يعني انا طبعا جاي طبعا تيم امريكا تيم لونج آيلاند بس انا من جوه مصرية اللي هو يعني بابو ماما مصريين وانا متربية التربية المصرية وبالكلام عربي وحاس ان انا مصرية اكتر من اكون امريكانية فانا رايحة باسم امريكا بس براحة برضو ان انا مصر كمان ويعني العالم كله طيب فكرة انك تختاري البحث عن الشلل الرعاش ازاي اخترت البحث الفكرة جات منين عملت ايه بقى عشان تعملي بحث زي ده هو زي ما انا قلت من شوية ان انا كنت في كلاس معين فاول سنتين في الكلاس ده بنعمل ابحاث مع المدرسة طب حاجات كده تغيرها على الدين وبعدين السيف القبل السنوية عامة بيقولونا نروح نشتغل او نفولنتير في اللاب او معمل تبع الجامعة فانا روحت وخبطت على كذا مكان وبقولوهم انا بعاجبني الشغل بتاعكم وعايز افولنتير في المعمل بتاعك او بتاعتك زي ما يكون يعني ونفسي اشتغل معاكم وتشغلوني وكده فجالي كذا واحد ومنهم كان الباركنزنز دزيز اللي هو شلال الرعيش وانا طبعا عايزة بدكتورة وبحب التب اصلا والعلوم وكده فحلوة ان انا جاني شلال الرعيش رح تخدته على طول من غير يعني ما افكر هتطبقي فين بعد وحتشتغلي على البروجيك بزيك انا طبعا لا ارجع في مصر يعني اكيد ما كل العلمون العظمون بيروحوا يتعلموا بعدين بيرجعوا طبعا عشان يتطبقوا الحاجات اللي عملوها في بلدهم فانا هرجع طبعا لمصر وان شاء الله العالم كله يعني يعني انت في يوم الايام عايزة تخش كلية الطب هل في تخصص معين عايزة تتخصصي فيه هل علاقة بموضوع بحثك ولا الموضوع بشكل عام عندك رغبا في دراسة كلية الطب لا انا 100 مية هدخل طبعا بالدكتورة يعني او بالدكتورة بس ايه بالزبط تخصص ايه معرفش ممكن بفكر جلدية ممكن الناس لسه معرفش لسه دمي وقت طويل دراسة الطب بتختلف في امريكا عن مصر في السنوات في التخصصات في هو معرفش لو في السنين هم احنا عندنا الاول بيبقى اول اربع سنين اسمهم اندرجا دور بيبقوا عائم جانر وكذا يعني ممكن تبقى تذاكر اي حاجة وبعدين مفروض يعني انتاخد امتحان اسمه الامكات وباست عن يعني السكور ده بيدخلوك الكلية التب بس انا دخل انا برو جرام اللي هو مش لازم ااخد الامتحان ده ويبقى اولا عندي مكان في الكلية التب اللي انا مختاراها ويبقى خلاص يعني انا مش لازم اقدم ولا لازم ااخد امتحانات انا كده فل يعني طيب انا عايزة اتكلم بقى عن العربي بتاعك يا هالي انا عارفة ان انت بتفرجي على مسلسلات تحبي مصر حيات رهي الكبرت وكنت بتتفرجي على مسلسلات صفارة مثلا في رمضان اللي فات تفرجت عليه تاني اه رمضان اللي فات تفرجت عليه تاني ده اللي خدت منه العربي ولهجة العربي ولهجة العربي المصري المزبوطة اه موقع ده طبعا ساعد كتير بس بصراحة ماما وبابا وتيتا هم يعني العلموني كل حاجة يعني المسلسلات ساعدت وطبعا الحاجات الاكسبراشنز وكده بس الاساس هو ماما وتيتا وبابا بسراحة بس غير السفارة بتفرج على تفرجت في الرمضان اللي فات جعفرة للعمدة وان جانرال قبلي كان في وقت الشتا كده تقيبا البلطو عجبني قوي وتفرجت عليه مع ماما بقى واحنا كل يوم اربع وقبلي كده كنت بتفرج على الوساية ورايح المدام والمسلسلات دي ورحيم وحاجات تانية كثيرة متابعة يعني الدراما المصرية طب انت جتي مصر الفترة اللي فاتت يمكن ثلاث مرات في الثلاث سنين اللي فاتوا كل سنة بتيجي بتحسي ان في حاجة مختلفة شكل اختلف في حاجة تزبطت اكتر في حاجة مش عجبكي قوي وليلي بقى يعني اعتقد ثلاث سنين كل شوية يحصل فيه تطوير في البلد اعتقد ان الموضوع ممكن يكون فريق عندك خصوصا انك بتسافري وترجاعي هو واسعة متن جميلة اوي انا رحتها تالت مرات وكلما انا بروحها بنروح حتة تانية حتة جديدة وكلما بشوفها طبعا يعني بنبهر اكتر اللي هو مش متخيلة للجمال ولا متخيلة الاستمتاع لانا هراح فيها يعني كلما اشوف حاجة حلوة الناس الاكل الاثار اي حاجة بشوفها بحبها على طول اللي هو اللي انا عايشة في امريكا اصلا مفروض ان انا عايش في مصر ايه اللي احنا بنعمله ده اوكي ما انت بتروحي وتيجي وحتفضلي تروحي وتيجي اكيد ان شاء الله هنشوف ربنا يا ماني اكيد شكرا ليك يا هولي وان شاء الله نقولك قريب جدا يا دكتورة هولي ونتشرف بك في مصر كده تكوني طبيبة يعني مهمة جدا شكرا ليك يا هولي ماري زاهر اللي حصلها على المركز الرابع عالميا في مسابقة العلوم الدولية شكرا جزيلا ليكي وان